شادت رئيس الفلسطيني محمود عباس على أن الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت في عدوانها منذ 7 أكتوبر الماضي جرائم فضيعة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وشانت عدوانا همجيا وحربا انتقامية وجرائم إبادة جمعية استهدفت الأبرياء وقال أبو مازم في كلمة بمناسبة اليوم العالمية لتضامن مع الشعب الفلسطيني أن العدوان الإسرائيلية رح ضحيته حتى الآن أكثر من 30 ألفا بين قتيل وجريح منهم 70% من الأطفال والنساء والشيوخ فضلا عن ألاف الضحايا تحت الأنقاض وتم إبادة عائلات بأكمنها مشيرا إلى أن الفلسطينيين يتعرضون لاعتداءات واسعة وخطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية بهدف الاستلاء على الأرض والمقدرات داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كافة لوقف إجراءات الضم الصامت والاستيطان ووقف الممارسات اليومية للتطهير العرقية والتمييز العنصرية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة